تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع جامعة المملكة والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في البحرين فعاليات المؤتمر الدولي الذي جاء تحت شعار ريادة الأعمال والابتكار الذي اتسعى لعقول النخبة من المختصين في هذا المجال والأكاديميين من داخل البحرين وخارجها فعاليات المؤتمر الدولي الذي جاء تحت شعار ريادة الأعمال والابتكار اتسعى لعقول النخبة من المختصين في هذا المجال من داخل البحرين وخارجها كوكبة من السلك التعليمي من مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية جاءوا مجمعين على ضرورة توسيع النطاق العلمي والعملي لمجال ريادة الأعمال والمضي قدما نحو التمكين الاقتصادي للشباب بالشكل الذي يصب في صالح إمضاء أوفى لأهداف التنمية المستدامة هو الرد من الجميل أو ما قمنا به من دعمهم هم الآن جاينا على البحرين على أساس أنه كيف تكون في شراكة بين كل هذه الخبرات المختلفة ونضع خارطة طريق لوضع الآلية المناسبة لربط التعليم بالابتكار وريادة الأعمال الشباب في كل دول العالم هم الأساس يعني إذا نظرنا إلى أمريكا مثلا اللي أسس الفيسبوك واحد من الشباب واللي أسس الاسناب شات شباب صار فدائما شباب هم اللي عندهم القدرة على العطاء والإبداع لطالما نأت بيئة ريادة الأعمال الواثقة بنفسها عن محيط الفشل والإخفاق ولطالما فتحت ذراعيها مستقبلة الباحث عن نشاط تجاري يجد هويته فيه ليصبح رائدا يستوطن بفكره الاقتصادي بيئة الأعمال مستوحيا من واقعه مشروع العمل المناسب الذي سيكون بمثابة انطلاقة فعلية نحو عالم الاستثمار ريادة الأعمال تعتبر من أهم الاستراتيجيات الآن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير جدا من بلدان العالم ومما يدعم ريادة الأعمال أن يكون هناك بيئة داعمة وبيئة ملائمة لنشأة وتطور واستمرارية هذه الأعمال ونمؤها في المستقبل يجب أن تكون هناك مداخلات من عدد من الجهات التي يمكن أن تسهم مساهمة فاعلة في استمرارية هذه الأعمال ومنها الجامعات ومنها الوسائل الإعلام ومنها الوزارات ذات الصلة بتنمية وتطوير الأعمال ومنها اتحادات أصحاب الأعمال في هذه البلدان إن التفكير خارج نطاق الصندوق والمساهمة بطرح غير التقليدي من الأبحاث والتجارب الاستثمارية يسنح المجال أمام المبتكرين الجدد في رسم ملامح مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة تؤثر إيجابا على الناتج الإجمالي بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إذ أثبتت الإحصائيات العلمية مساهمة هذه المشاريع بنحو 30% من الناتج المحلي موفرة الوظائف لما نسبته 73% من موظفي القطاع الخاص تم عمل خطة بالتعاون مع اليونيدو إزاي نحن ممكن يتم تطوير فكر ريادة الأعمال وفي الحياة فيه مخطط معمول في جامعة اسكندرية على مدار خمس سنين بهدف الأولاني الخاص بيه نحن نغير ثقافة مفهوم التوظيف عند الطلبة والخرجين بحيث يبقى فيه فكر التطوير ناحية مفهوم ريادة الأعمال ويبقى كل طالب عنده الستارتاب الخاص به ده جزء كبير رح ياخد منه حوالي سنتين لأننا عندنا في جامعة اسكندرية عدد الطلبة 244 ألف طالب داخل الجامعة غير الخرجين تربة أرضية ريادة الأعمال دائما ما أثبتت خصوبتها بالقدر الوافي أمام كل طامح ينوي طرح بذار تطلعاته في بستان لغة المال والأعمال إن عظمت أحلامك فلابد أن تستجيب لها الإرادة من أجل أن تراها حقيقة ماثلة أمامك وإن بنيت آمالك على مجال تعلم طبيعته وجدواه الاقتصادي فمن المحتم أن تشرع الأبواب أمامك للدخول في عالم استثماريا لن يخذو لك في إيجاد نفسك بين مراتعه الممتدة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات